تحليف الشهود قبل هذا إجتهاد في هذا الزمان؟ مع مسلم أعطيته المال ليضارب لك به القراءة تعرفون القراءة؟ هذا القراءة حسب الشر رأس المال لك أنت صاحب المال والربح بينك وبين العامل وإذا هلك المال ليس عليه شيء في هذا الزمن نحن نشتري ضد ضمان عرفت الكلام هذا؟ مثل الخياط في أول الإسلام إذا أعطيت خياط أو صباغ نيال يعني صباغ وضع أو أعطيت أي صانع وضع الشيء عنده لا يضمن لأنه أمين لكن ضمنهم سيد بن علي رضي الله عنه وقال لا الزمن تغير لأنه يمكن أن يخفيه ويقول ضع مفهوم الكلام هذا؟ ولذلك الشهود في هذا الزمن يجوز تحليفهم بسبب أن وجود الشاهد الثقة العدل أصبح صعبا فلذلك التوسق مطلوب عرفت الكلام هذا؟ وهكذا دلوقت في اللي قلت إيه؟ المسألة اللي سألتها الأخير هذه بس خلاص أي وسؤالك الأول غير وتحليف الشاهد والتاني فالتحليف الشاهد نجوزه اجتهادا بناء على مسائل مشابهة له وهي القاعدة التي تقول تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان فيجوز أن يتغير الإفتاء بهذا ومثل حبلك على غاربك وكذا وكذا أنت برية وخلية وكذا وكذا في الزمن اليوم ما حد يطلق برتب الكلام ده حتى من زمان ابن عرفة ابن عرفة يقول هذا أقوله ولا تتطلق امرأتي لأني لا أتكلم بهذا مفهوم الكلام هذا حبلك على غاربك أي معناه يعني حبلك على غاربك هي مش جنقة ولا فرس ولا حبلك على غاربك يقولها المرأة حبلك على غاربك معني أنا أحللتك من كل حقوقي عليك وسبلتك مفهوم الكلام هذا في ذلك الوقت تلات في ذلك الوقت تكون مطلقة بالتلات بينون كبراء لكن في هذا الزمن يسأل يا أخي أنت قلت الكلام ده تقصد إيه إذا قال أنه لا يقصد شيء حمل على أنه قصد وأنكر أما إذا قال قصدت طلقة وحدة فهي طلقة وحدة وإذا قال أنا قصدت يعني أنه مثلا قصد أن أتمم باقي أتمم باقي الطلقات الباقية لها مثلا في المدخول بها نعم وإذا كان في غير المدخول بها تعتبر هي طلقة وحدة بعينه مش بالتلات مفهوم الكلام هذا لكن في الزمن القديم هذه الأشياء تخضى لعرفهم ونحن عندنا عرف هم عندهم عرف الشهود في الزمن القديم موسقون معدلون واسق العدل لا يستحلف لأن التحليف شك في عدالته ومن شككنا في عدالته لا نستشهد به لكن في هذا الزمان إما أن لا تستشهد بأحد فتضيع الحقوق وإما أن تستشهد بأحد وأنت شاكك فيه إذن المخرج هو أن تحلفه وتستشهده مفهوم الكلام هذا ما شاء الله موسيقى